السلام عليكم ازايكم اخباركم اي حبايب سوبر ميمو الفيديو بتاع النهاردة مفيد جدا لو عندك اي ازاز مقصور اي مرايا مقصورة من النهاردة من بعد الفيديو ده مش هترمي المرايات المقصورة تاني دي كانت مرايا مقصورة عندي واخدتها وروحت اللي بتاع المرايات وخليته دورها لي كده بنفس الشكل ده وخرمها لي من فوق كده علشان هنشوف هنعمل بها اي اه جبت عصيان الشيش توك اه الربطة من دي بعشرة جنيه في العصيان اللي هي المتينة اللي هي التخينة دي هي دي اللي هنشتغل بها رصتها كده بشكل دائري او لو عندك برجل وتمركزي كده بالنص بالبرجل اه هيكون اسهل انا ما كانش عندي برجل او لو عندك حاجة اه اه مدورة بتركزيها في النص وبتجيب كده القلم اي قلم عندك وبتحددي كده بالقلم على المراية بشكل دائري اه يعني مثلا زي مثلا بكرة اللازق دي ممكن تمركزيها كده في النص اه توسطنها كده بالزبط ومن خلالها اه هنحط عصيان الشيش توك اه بالشكل ده على الدايرة علشان نسهل على نفسنا الايه الموضوع وبجيب كده بالشمع وبالزقها بعد كده بجيب قطعة كرتون وبقصها من ورا كده علشان تخلي العصيان بتاع الشيش توك اه يكونوا امتن معانا وما ما يقعوش بعد كده بلزقها من ورا كده وبتأكد ان هي سبتت والعصيان كده جمدين وسبتين معايا بجيب بقى اه المعالق معالق بلاستيك بتاعة الاعياد الميلادي بجيبها وبكسرها كده من فوق انا عايزة المعلقة ذات نفسها مش عصاية المعلقة بكسرها بالشكل ده بكسر كمية منها وبلزقهم بالطريقة دي جنب بعض بالشكل ده كده كله بشتغل بالشمع برسوم جنب بعض بالطريقة دي هنطلع دلوقتي تحفة فنية اه من كان ازاز مكسور وكت هرميه بس عملت له اعادة تدوير وخلتها حاجة جميلة جدا وحاجة شيء جدا هجيب بقى برضو اه المعالق اللي احنا قطعناها دي على العصيان وبلزق كده على العصيان عصاية وعصاية انا عامل عصاية قصيرة وعصاية طويلة بلزق كده بالشكل ده يعني بالترتيب كده العصاية القصيرة بيبقى داير ما يدور قد بعض والطويل برضو المعالق بيبقى داير ما يدور قد بعض بجيب بقى اه انت لو عندك دهبي او اللوني اللي تحبيه بقى بتغطي المراية وبترشي العصيان بالمعالق بكل حاجة كده اسهل انا ما كانش عندي وكان عندي الدهان الدهب المائي جبت الفرشة ودهنتها كلها بالدهان الدهوة مش دهبي صافي هو دهبي مائي على فضي مائي خلطوهم الاتنين على بعض فاطلعوا اللون ده له دهبي ولا فضي ودهنت كل كل الشكل ده كده بنفس الطريقة دي وديتها وشين وسبتها خالص لغاية لما تنشف ده شكلها هو بعد لما نشفت خالص انا عطيها وشين دهان دول وشين وده شكلها بعد لما نشفت هجيب بقى الخرز الاستراس الدهبي ده وهلزقوا كده بالطريقة دي بالزبط على الطرف المراية والمعلقة لو مش عندك الاستراس ده ممكن تلزقي او الخرز الدهبي ده ممكن تجيبي اللي هو الشرايط الشرايط الاستراس بصي انت في ايدك حكاية التزيين بقى يعني نزينيها باي حاجة المتوفر او موجود عنك دول كانوا كنت جايباهم اه اه حبة كده كانوا كويسين كانوا بعشرة جنيه بيتباعوا من عند بتوع الابر والخيط اه الحاجات دي كانت بتبقى موجودة عندي ونفعتني هاي هجيب بقى على العصيان برضو التزيين انت ورحتك يعني انا شكلت كده زي ما انتو شايفين عصايا وعصايا حطيت على عصايا على كل واحدة اتنين انت بقى عايزة مسلا التشكيل يعني الزوق ده كل واحد وزوق زوقت كده بالطريقة دي ودول شكلهم بعد لما خلصوا بجد تحفة علقتها بقى برا عندي في الصالة شكلها روعة تحفة بجد ما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو تنسونيش تشجعوني بلايك وكمنت حلو من ايديكم يا اجمل مشاهدين ويريد تقولولي رأيكم كده في الكومنتات عجبتكو ولا لا هنعمل حاجات اعادة التدوير بالمرايات يعني اللي عنده مراية مقصورة مايرمهاش هنعمل حاجات كتير جدا وفيديوهات كتير جدا بس اشجعوني بلايك وكمنت وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد واتفعلوا زر الجرس اتمنى الفيديو يكون عجبكم متنسونيش بقى في التعليقات وتقولولي رأيكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة